بهدف تقليص نسب البطالة التي وصلت إلى 18% في الربع الأول من العام الحالي فتتح وزير الشباب مندوباً عن رئيس الوزراء فعاليات اليوم التشغيلي الأول للشباب الذي يسعى إلى توفير حوالي 1250 فرصة عمل التفاصيل في التقرير التالي من كافة محافظات المملكة جاء الشباب البحثون عن فرصة عمل إلى المعرض التشغيلي الذي تقيمه وزارة الشباب علهم يعثرون على فرصة تنقذهم من فخ البطالة طلاب على مقاعد الدراسة وخريجون جدد وقدامى بحثوا في ثنايا المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 35 شركة عن وظيفة حتى وإن كانت في غير تخصصهم أنا لحد الآن طالبة لسا ما تخرجت أجيت هنا لأكتشف الخبرات ولا أكتشف الوظائف على الأساس أستفيد منها بعد ما أتخرج أنا حاليا بطور على الشغل مع أني أنا اشتغلت بس مش مريح الشغل وأجيت هنا عشان أشوف إذا في شغل إلي غياب الشركات الكبرى عن المشاركة في اليوم التشغيلي كان أحد أبرز المشكلات التي واجهت الباحثين عن عمل إضافة إلى خوف المتقدمين من عدم متابعة الطلبات المقدمة أنا الواحد بقدم بعطسفيات بقدم طلبات بس يعني ما في فيد باك أنا بتمنى أنه من شركات الطيران أو أي شركات من شركات الطيران الموجودة هنا بالبلد يرأت له أنها تعمل معارض أو أنها توظف شباب لأنه معظم يعني فنيين الطيران حاليا معظمهم بخلصوا يعني بيخرجوا شباب يعني عدد كبير وما بيلاقوا أي شاغر يعني لهذا المجال يعني لو كل محافظة فيها مكتب أو مكتبين للتوظيف الشباب هذا الشغل بيصير كويسي جدا فإحنا جبنا اليوم الشباب من إجويدي وطلعناهم على الشركات ولفوا على هذه الشركات وقدموا التوظيف بس نترجى منهم كمان أن يكون فيه مصدقية بالتقديم يعني فيه مصدقية أنهم يتابعوا الموضوع وزير العمل يأمل بأن يوفر هذا المعرض فرص عمل حقيقية في مختلف المجالات مؤكدا أن الوزارة ستتابع نتائج هذا اليوم وعدد الوظائف التي سيوفرها يبدو أن كل واحدة منها الشركات عندها ما بين 20 إلى 30 وفي بعض الحالات 40 فرصة عمل حقيقية فإن شاء الله اللي فهمناه أنه رح يجمعوا السيارة الذاتية للشباب والشبابات وإن شاء الله الأسبوع القادم رح يكون فيه مقابلات وأتفائل وأتأمل أنه إن شاء الله يكون فيه تشغيل حقيقي الشركات المشاركة في اليوم التشغيلي قدمت فرصا في مجالات الفندقة والمطاعم والتعليم وغيرها من المجالات التي تقدم لها الشباب بانتظار أن تأخذ طلباتهم على محمل الجد ويتم توظيفهم خاصة أن الحكومة لا تمتلك الوظائف بعد أن اعتمدت نهج التشغيل بدل التوظيف بحسب ما صرح به وزير العمل أمين سليم رؤيا